مظاهرات حاشدة للإيرانيين في باريس لمناسبة الذكرى الأربع اثنين اليوم عشرون حزيران الف وتسعمائة وواحد وثمانين وتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ودعماً لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية الزمان السبت الأول من يوليو الفين وثلاثاً وعشرين المكان باريس انضموا إلينا في احتجاج التاريخي في باريس من أجل إيران الحرة في عام الفين وثلاثاً وعشرين